لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة ستعلم قواعد تجويد برواية ورشع النافع في هذه الحصة إن شاء الله سنتعلم كيفية قراءة يا صالح تينا كلمة اي تينا أصلها اي تينا يعني أولها همزة وصل مكسورة والهمزة الثانية همزة مفردة ساكينة إذن الهمزة تعتبر فاء للكلمة فحكمها عند ورش الإبدال بحسب القاعدة نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام يعني تصبح كلمة يا صالح ائتنا هكذا يا صالح ائتنا يعني همزة الوصل تسقط وعندما نقول تسقط فهي تسقط من اللفظ لا خطا يعني تسقط لفظا لا خطا فأنا أسقطتها خطا يعني أسقطتها من الكتابة لم أكتبها فقط لكي أبين لكم ويتضح معكم الأمر لكن فهي تسقط من اللفظ وليس خطا يعني لم ننطقها إذن نطبق الآن قاعدة الإبدال أي إبدال الهمزة بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها وكما تلاحظون فإن الحرف الذي قبل الهمزة هو حرف مضموم ونحن نعلم أن جنس حركة الضمة هو حرف الواو إذن عندما نبدل الهمزة بحرف واو مدي ستصبح الكلمة يا صالحو تينا ونمدد حركتين يعني مد طبيعي يا صالحو تينا يعني هكذا تقرأ عند ورش أما عند الابتداء بكلمة ائتنا فتثبت همزة الوصل وتحقق بحركة الكسر وبعدها همزة مفردة الساكينة ائتنا فحكم التقاء همزتين ها هنا فسيكون لجميع القراء نفس الحكم وهو إبدال الهمزة الساكينة بحرف مد يجانس حركة همزة الوصل ابتداء وعليه سيقرأها الجميع ائتنا يعني أبدلنا الهمزة بحرف الياء المدية لأنها هي جنس حركة الكسرى التي قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين كيفية قراءة كلمة إلى الهداتنا وسنتعرف عليها برواية ورش عن نافع إذن كلمة ائتنا كانت في الأصل ائتنا يعني أولها همزة وصل مكسورة والهمزة الثانية همزة مفردة ساكينة إذن الهمزة تعتبر فاء للكلمة فحكمها عند ورش الإبدال بحسب القاعدة نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام يعني تصبح إلى الهداتنا هكذا إلى الهداتنا يعني همزة الوصل تسقط وعندما نقول تسقط فهي تسقط لفظا لا خطا فأنا أسقطتها هنا خطا لكي أبين لكم ويتضح معكم الأمر فقط لا غير أما هي فتسقط فقط من اللفظ وسيترتب بعد حدف همزة الوصل في درج الكلام التقاء ساكينين وهما الألف المقصورة في كلمة الهدى والهمزة الساكينة في كلمة تنا وكما تعلمون للتخلص من التقاء الساكينين نحذف الساكين الأول إذا كان حرف مد أو نقوم بتحريكه إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين ما معنى نقوم بتحريكه؟ لمعرفة الجواب شاهدوا درس التقاء الحرفين الساكينين سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو لقد شرحت فيه بالتفصيل ماذا يقع عند التقاء الحرفين الساكينين وأعطيت العديد من الأمثلة من الضروري مشاهدة ذلك الدرس إذن قلنا إذا التقى ساكينان في كلمتين بأن يكون الساكين الأول آخر الكلمة الأولى والساكين الثاني أول كلمة الثانية فإن العرب لم تكن تنطق ذلك بل كانوا يتخلصون من التقاء الساكينين إذن كيف كانوا يتخلصون من التقاء الساكينين؟ الحالة الأولى إن كان الساكين الأول من الساكينين الملتقيين من كلمتين حرف مت؟ فإنهم يتخلصون من التقاء الساكينين بإسقاطه من اللفظ لفظا لا خطا وشرحت ما معنى لفظا؟ أي يسقط من اللفظ يعني لا ننطقه أما خطا فهو يبقى مكتوب لكن لا ينطق لاحظتم؟ ولمشاهدة الأمثلة شاهدوا درس التقاء الحرفين الساكينين كما قلت لكم إذن الحالة الثانية للتخلص من التقاء الساكينين نقوم بتحريك الساكين الأول إن كان حرفا صحيحا أو حرفلين ولمشاهدة أمثلة على ذلك أدعوكم لمشاهدة درس التقاء الحرفين الساكينين فهذا الدرس لم أعطي فيه أمثلة لكي لا ألطلع عليكم ولكي لا أعيد نفس الشيء الذي شرحته في الدرس السابق لأن هذه الحصة يعني فقط لأريكم كيف نقرأ كلمة إلى الهداتنا وما الذي وقع وما هي الأحكام التي فيها إذن بعد معرفة كل هذا نمر الآن لمعرفة كيفية قراءة كلمة إلى الهداتنا عند ورش قلنا عندما تسقط همزة الوصل من كلمة ائتنا تصبح الكلمة إلى الهداتنا وسيترتب بعضا حذف همزة الوصل في درج الكلام التقاء ساكينين وهما الألف المقصورة من كلمة الهدى والهمزة الساكينة من كلمة ائتنا وقلنا للتخلص من التقاء الساكينين نحذف الساكين الأول إن كان حرفا مد أو يحرك إن كان حرفا صحيحا أو حرفلين كما مر معنا قبل قليل إذن جيد وهنا لدينا الألف المقصورة من كلمة الهدى هي حرف مد فإذا قمنا بحذفه تطبيقا للقاعدة ستصبح الكلمة إلى الهدى ائتنا فنطبق قاعدة الإبدال أي إبدال الهمزة بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبله وكما تلاحظون فإن الحرف الذي قبل الهمزة هو حرف مفتوح ولحن نعلم أن جنس حركة الفتحة هو حرف الألف إذن عندما نبدل الهمزة حرف ألف مد ستصبح الكلمة إلى الهداتنا يعني هكذا تقرأ عند ورش إلى الهداتنا أما عند الابتداء بكلمة ائتنا فتثبت همزة الوصل وتحقق بحركة الكسر وبعدها همزة مفردة الساكنة ائتنا فحكم التقاء همزتين ها هنا فسيكون لجميع القراء نفس الحكم وهو إبداء الهمزة الساكنة بحرف مد يجانس حركة همزة الوصل ابتداء وعليه سيقرأها الجميع ائتنا يعني أبدلنا الهمزة بحرف الياء المدية لأنها هي جنس حركة الكسرى التي قبلها وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية قراءة إلى الهداتنا برواية ورش وكذلك كيفية قراءة كلمة ائتنا عندما نبدأ بها إذا سألكم شيخ مثلا في الامتحان كيف نبدأ بهذه الكلمة لأنه في القرآن لن نبتدئ بها بل سنقرأ الآية بأكملها ونقرأ إلى الهداتنا هكذا أو ائتنا في ورش تقرأ أويتنا لكن ما هي الأحكام التي جعلتها تقرأها كذا ولماذا حرف لواء مكسور وليس فوقه سكون لمعرفة ذلك يجب أن نستحضر أولا طريقة النطق الأصلي المهموزة كما في رواية حفص ثم نبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها كما رأينا في الدروس السابقة إذن كلمة ائتنا أصلها ائتنا يعني أولها همزة وصل مكسورة والهمزة الثانية همزة مفردة ساكنة إذن الهمزة تعتبر فعل الكلمة فحكمها عند ورش الإبدال بحسب القاعدة والأصل في حركة الواو هنا هو السكون وسأشرح لكم من أين أتت الكسرة نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام يعني تصبح كلمة أو ائتنا هكذا أو ائتنا يعني همزة الوصل تسقط وعندما نقول تسقط فهي تسقط لفظا لا خطا لقد طرحتم علي سؤال لماذا الهمزة همزة الوصل تسقط ولكي أجيبكم أقول لكم شاهدوا درس الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع وستجدون الجواب إذن بعد حذف همزة الوصل في درج الكلام سيترتب التقاء ساكنين وهما الواو والهمزة الساكنة في كلمة ائتو وكما تعلمون للتخلص من التقاء الساكنين نحذف الساكن الأول إذا كان حرف مد أو نقوم بتحريكه إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين لقد شرحت لكم كل هذا الكلام في درس التقاء الحرفين الساكنين وأدعوكم بشدة لمشاهدته للفهم أكثر سأضع لكم رابطه في أول تعليق إذن هنا التقى الساكنين والأول منهما حرف صحيح إذن نقوم بتحريك الساكن الأول حسب القائدة فتصبح الكلمة أوئتنا يعني تم تحريك الساكن الأول بالكسر وأدعوكم كما قلت لمشاهدة الدرس التقاء الحرفين الساكنين لمعرفة لماذا تم تحريك حرف الواو بالكسر ولم يحرك بالفتح أو الضم إذن الآن نطبق قاعدة الإبدال أي إبدال الهمزة بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها وكما تلاحظون فإن الحرف الذي قبل الهمزة هو حرف مكسور ونحن نعلم أن جنس حركة الكسرة هو حرف الياء إذن عندما نبدل الهمزة حرف ياء مدية ستصبح الكلمة أويتنا هكذا تقرأ عند ورش أويتنا استمعوا معي لهذه التلوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما تلاحظون لدينا هنا التقاء همزتين مختلفتين بالحركة من كلمتين الأولى مكسورة وجاءت في آخر كلمة السماء والثانية مفتوحة وجاءت في أول كلمة أو في هذه الحالة يقوم ورش بإبدال الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى وكما تلاحظون فإن الهمزة الأولى مكسورة ونحن نعلم أن جنس حركة الكسرة هو حرف الياء إذن عندما نبدل الهمزة الثانية حرف ياء ستصبح الكلمة هكذا ستجدون كذلك في أول تعليق رابط لجميع دروس الهمزات لقد وضعت تقريبا أربع فيديوهات للهمزات وجمعتهم كذلك في فيديو واحد لتسهيل البحث أدعوكم كذلك لمشاهدة درس الهمزات أما عند الابتداء بكلمة ائتنا فتثبت همزة الوصل وتحقق بحركة الكسر وبعدها همزة مفردة ساكنة فحكم التقاء همزتين ها هنا فسيكون لجميع القراء نفس الحكم وهو إبدال الهمزة الساكنة بحرف مد يجانس حركة همزة الوصل ابتداء وعليه سيقرأها الجميع ائتنا يعني أبدلنا الهمزة بحرف الياء المدية لأنها هي جنس حركة الكسر التي قبلها كيفية قراءة كلمة لقاء ناتي في سورة يونس في رواية ورش تقرأ لقاء ناتي لكن ما هي الأحكام التي جعلتها تقرأها كذا لمعرفتي ذلك يجب أن نستحضر أولا طريقة النطق الأصلية المهموزة كما في رواية حفص ثم نبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها كما رأينا في الدرسين السابقين إذن كلمة ايتي أصلها ائتي يعني أولها همزة وصل مكسورة والهمزة الثانية همزة مفردة ساكنة إذن الهمزة تعتبر فائل الكلمة فحكمها عند ورش الإبدال بحسب القاعدة نحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام يعني تصبح كلمة لقاء ناتي هكذا لقاء ناتي يعني همزة الوصل تسقط في درج الكلام وعندما نقول تسقط فهي تسقط لفظا لا خطا فأنا أسقطتها خطا فقط لكي أبين لكم ويتضح معكم الأمر وسيترتب بعد حذف همزة الوصل في درج الكلام التقاء ساكنين وهما الألف في آخر كلمة لقاء نا والهمزة الساكنة في كلمة اتي وكما تعلمون للتخلص من التقاء الساكنين نحذف الساكن الأول إن كان حرف مد أو نقوم بتحريكه إن كان حرفا صحيحا أو حرفلين ما معنى نقوم بتحريكه؟ لمعرفة الجواب شاهدوا درس التقاء الحرفين الساكنين سأضع لكم رابطه أسفل هذا الفيديو لقد شرحت فيه بالتفصيل ماذا يقع عند التقاء الحرفين الساكنين وأعطيت العديد من الأمثلة من الضروري مشاهدة ذلك الدرس ستستفيدون جيدا وسيساعدكم كذلك في فهم ما أشرحه الآن إذن بما أن الساكن الأول لدينا هو حرف مد فيجب حذفه حسب القاعدة التي ذكرناها وحينها ستصبح الكلمة لقاء نأتي فنطبق قاعدة الإبدال أي إبدال الهمزة بحرف مد من جنس حركة ما قبلها وكما تلاحظون فإن الحرف الذي قبل الهمزة هو حرف المفتوح ونعلم أن جنس حركة الفتحة هو حرف الألف إذن عندما نبدل الهمزة حرف ألف مدي تصبح الكلمة لقاء نأتي يعني هكذا تقرأ عند ورش أما عند الابتداء بكلمة إئتي فتثبت همزة الوصل وتحقق بحركة الكسر وبعدها همزة مفردة ساكنة فحكم التقاء همزتين ها هنا فسيكون لجميع القراء نفس الحكم وهو إبدال الهمزة الساكنة بحرف مد يجانس حركة همزة الوصل ابتداء وعليه سيقرأها الجميع إيتي يعني أبدلنا الهمزة بحرف ياء مدية لأنها هي جنس حركة الكسر التي قبلها وبهذا نكون قد تعلمنا كيفية قراءة كلمة لقاء نأتي يعني هكذا تقرأ عند ورش استمعوا الآن إلى هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن بدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم أتمنى أن تشاركوه مع الجميع ليستفيد الكل وتبقى لكم صدقة جارية أسألكم الدعاء ونلتقي إن شاء الله في الحس المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته